از الاهلي على فيوتشر في الجولة 24 من الدور المصري 2021-2022 يوم الثلاثة الماضي بربعية نظيفة فمع موعد مباراة الاهلي القادمة وما هي القناة التي ستقوم بنقلها متابعينا اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات هونس برد قبل ما نبدأ الفيديو ريت نشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد من الفيديوهات ونعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الجمهور انا استمر في نشر المزيد من الفيديوهات بدعمكم لينا ويلا بينا نبدأ الفيديو يستعد فريقة الاهلي وبيراميز حاليا لخوض مواجهاتهما في الجولة 25 من الدور المصري 2021-2022 ويسعى المارد الاحمر لخطف الثلاثة نقاط والفوز بالمباراة من اجل الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري واستعادة اللقب مرة اخرى بعد ضياعه الموسم الماضي لصالح غريمه التقليدي نادي الزمالك حيث يحتل الاهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بـ 48 نقطة من 22 مباراة فاز في 14 لقاء وتعادل في 6 مباريات وهزم خلال لقائين وله 48 هدف وعليه 18 هدف كمان الاهلي يتبقى لهم مباراتين مؤجلتين ضد الاسماعيلي والمقاولون العرب اما على الجانب الاخر فيأمل الفريق السماوي في تعويض هزيمة لقاء الزهاب والابتعاب عن الاهلي من حيث عدد النقاط وبالتالي المنافسة على لقب الدوري ومحاولة البحث بل والفوز باول القابه في مصابقة الدوري المصري ويحل بيرامز ثانياً بـ 50 نقطة من 24 جولة حقق الانتصار في 15 مباراة وتعادل خلال 5 مباريات وتلقى الهزيمة خلال 4 مباريات اخرى فسجل 38 هدف واستقبلت شباكو 17 اخرين وانتهى لقاء الزهاب بين الاهلي وبيرامز بفوز الاهلي بثلاثية نظيفة ونحن على موعد وقمة جديدة ستجمع بين الاهلي وبيرامز في اطار منافسات الاسبوع 25 من الدوري المصري 2021-2022 وذلك في التاسعة بتوقيت القاهرة العشرة بتوقيت مكة المكرمة من مساء بعد غد السبت 16 يوليو على ملعب 30 يونيو باستاد الدفاع الجوي ومن المقرر انتون قال قمة الاهلي وبيرامز عبر انتايم سبورتس 1 مشاهدة ممتعة للجميع ومتعة وإصارة وندية بين الاهلي وبيرامز كالعادة وشوفكم في فيديو جديد كنت معاكم حياة رمضان باي باي ترجمة نانسي قنقر